نظم مشايخ ووجهاء أبناء قبائل الجحفة السفلة والعليا والمناثرة والمساعيد باللاوية بمديرية الدراهمي في القديدة نظموا وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار العدوان السعودي وأكد شيخ مشايختها ماهي بطلع علي شريم استعداد أبناء قبائل الدراهمي كافة لرفض الجبهات بالرجال والمال دفاعا عن أرض الوطن من الغزاة والمحتلين وأنهم في أهبة الاستعداد لمواجهة العدو في أي وقت وسيستمرون في صمودهم حتى تحقيق النصر كما أكد المشاركون في الوقفة استمرارهم لرفض العدوان ونددوا بالمجازر البشعة التي ترتكب بين حين وآخر بحق أبناء الشعب الذي يتعرض لعدوان من 17 دولة على مرأة ومسمع من المنظمة الدولية والحقوقية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي الذي لم يحرك ساكنا ولا يزال في صمته رغم معرفته بكل ما يرتكبه العدوان السعودي بحق أبناء الشعب اليمني من قتل وتدمير وحصار فاقم من معاناتهم وتسبب في تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية ترجمة نانسي قنقر